حجم الكارثة في الحرب على غزة ما زال يتكشف دمار وفقدان ومجاعة هي الأسوأ في عصرنا الحديث هذا وكالة الأونر والتابعة للأمم المتحدة تكشف في تقرير جديد إن نحو 17 ألف طفل في القطاع أصبحوا يتا وأن طفلاً واحداً بين كل ستة أطفال تحت عمر العامين أصبح يعاني من سوء التغذية المنظمة تقول إن الأطفال يموتون ببطء تحت أنظار العالم من الجوع إضافة إلى أولئك الذين تقتلهم القنابل الإسرائيلية الأمم المتحدة أكدت أن المجاعة أصبحت الآن تهدد مليوني ومئتي ألف شخص أي الغالبية العظمى من سكان القطاع الذي تتحكم إسرائيل في كل ما يدخل إليه الحرب هذه قتلت حتى الآن نحو 31 ألف فلسطيني في غزة ونحو 72 ألفاً أصبحوا جرحاً أو معاقين أو ينتظرون الموت بسبب سوء الخدمات الطبية بعدما دمرت إسرائيل معظم المستشفيات في القطاع